ولكن أنا بتعامل دايماً مع البيانات الرسمية تعالوا كده نعمل فلاشباك مش كتير مش هرجع أسبوعين ثلاثة ولا شهر ولا حاجة ده أول مبارح النهاردة الثلاث هرجع بس هعمل فلاشباك على بيان صدر يوم الحد فلاشباك ده على قرار كان صدر من اتحاد القرى بتوجيه الشكر ليروي فيتوريا وجهازه المعاون بتاريخ إمتى؟ 4 فبراير 2024 أول مبارح يعني أنا بيكلم بالضبط يعني الساعة دلوقتي كان 5 و 5 و 5 و 10 ما عداش 48 ساعة لهذا البيان ما عداش 48 ساعة لأن البيان ده صدر حوالي الساعة 7-8 بالليل يوم الحد كتبوا في سياق البيان بخلاف توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون قال لك يبقى مع دراسة السير الزاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم يعني هم قالوا رسمياً البيان ده بيان رسمي قالوا هندرس السير الزاتية للمدربين الأجانب ونعرضها في الاجتماع اللي جاي والمجلس قرر الموافقة على تعيين الكابتن محمد يوسف مدرب عام لمنتخب مصر الأول لحين اختيار ايه لحين اختيار ايه مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز سيبكم بقى من اللي جاي اختيار التين مدربين اللي عمل معايشة خارجية ده كلام ما يأكلش عيش فيش حاجة اسمها اتحاد يطلع مدربين يعملوا معايشة المدرب اللي عايز يشتغل لازم يصرف على نفسه لازم يسافر ويعمل معايشات ويحضر وياخد ده لايسنس من الكاف من ويفا من اي مكان فيش حاجة اسمها اتحاد كورة يطلع اتنين يعملوا معايشة يعني فيش الكلام ده أصلا تعيين بقى كابتن علاء نبيل مدير فني لاتحاد الكورة وكابتن علاء نبيل لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها لسه ما عملش اجتماع مع اتحاد الكورة يعني كمان دلوقتي بيتم اختيار مدير فني للمنتخب دون الرجوع للكابتن علاء نبيل اللي قال في كل البرامج اللي دخل فيها امبارح واول امبارح لسه عاعد مع الاتحاد ونشوف ايه الخطة الفترة اللي جاي بس الكابتن علاء بيدعم فكرة اختيار المدرب الوطني عشان برضو نقول التفاصيل كلها الكابتن علاء نبيل شايف ان اختيار المدرب الوطني افضل ولكن تبقى لهذا البيان الاتحاد كله عن بكر تقبيه بيفكر في تعيين مدير فني اجنبي وهيدرسوا السيارة الذاتية وجابوا الكابتن محمد يوسف يوم الحد عشان هيبقى مدرب عام مع جهاز فني اجنبي جاي وقس فجأة البيان ده نحطه على جنب نحطه كده على جنب وقلب الصفحة ونبدأ نفكر في فكرة جديدة ايه هي مدرب وطن انا مقاليش علاقة مين هينجح او مين مش هينجح انا من صاحب اختيار وما عنديش القدرة الفنية لان انا مش راجل فني اقول الاختيارات دي اختيارات مناسبة ولا غير مناسبة لكن اقدر اقول ايه بقى كدور اعلامي كراجل صحفي او راجل اعلامي الاختيارات بناء على تخطيط لا ليه لا لان البيان ده بيقول كلام عكس اللي احنا شايفينه دلوقتي البيان ده بيقول كلام عكس اللي احنا شايفينه دلوقتي يبقى تخطيط زيرو تخطيط زيرو قرار مفيش يعني ايه قرار مفيش يعني اللي قاد على الترابيزة واللي بيقود القورة في الاتحاد ما عندوش قرار بدليل انه قال قرار ورجع فيه يبقى بالتالي ما عندوش قرار بدليل كمان ان القرار ده او البيان ده لما طلع طلع بالاجماعة طلع بالاجماعة وانا سألت انبارح كمان بعد الحالة انبارح فتحت هذه الجزئية وسألت هل مجلس دارة الاتحاد كان متواجد بالكامل ولا حصل تغيب لعضو او عضوين وهل في اعذار في حالة التغيب ولا لا يتقلل ان المجلس كله كان حاضر فبالتالي البيان ده لما صدر بناء على اتفاق اتفاق المجلس بالكامل على هذا القرار يبقى بالتالي تخطيط زيرو قرار مش موجود